سؤالك يتمثل فيه التاريخ اللي من مستحيل ننساه هي في الحقيقة الحياة هذه عبارة عن محطات وكل إنسان كان أمور رئيسية في حياته مثلا شهادة الباكالوريانة ما ننساهها 1989 هي منعرج حاسم في حياة أي إنسان منها يتحدد مستقبله المهاني مستقبله الاجتماعي مستقبله الفكري هذه محطة أساسية كإن محطة ثانية وحدة أخرى مناقشة الليسانس والماجستير ثانية نقشتهم لذركة غرافي في المخيلة ما نساهاش محطات أساسية كإن محطات عائلية ممكن زواج ممكن زواج الإخوة العائلة هذن ثانية وممكن تواريخ مؤسفة محزنة وهي وفاة الأقارب لا سيما مثلا جدتي أنا كنت متعلق بها من الأم الله يرحمه وبقية العائلة كاين وشكرا زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر